نبتأل سيد محمد مصطفى تفضل من وكالة انباء الشرق الاوسط سؤالك موجه لمن مساء الخير تحياتي سؤالي موجه لسيد الوزير سامح شكري ترتبط مصر واليونان الفندم بعلاقات تاريخية واستراتيجية طبعا ممتدة وتعتبر اليونان من اهم اصدقاء مصر في الاتحاد الاوروبي هل تطرخت المحادثات الى اطر جديدة لتعزيز التعاون فيما بين الجانبين والدور الذي يمكن ان تلعبه اليونان لدعم مصالح مصر مع الاتحاد الاوروبي ولو اذا انتلع داك الشرق الثاني يتعلق بالاوضاع في غزة وزيارة الوزير الامريكي بلينكين الاخيرة هل شملت اي جديد فيما يخص الموقف الامريكي بالنسبة لوقف اطلاق النار في غزة شكرا افان شكرا بالتأكيد انه العلاقات التنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية فيما بين مصر واليونانية على خط متشعبة ونعمل دائما على تطويرها هناك عدد من المشروعات في مجالات السياحة في مجال الربط الكهربائي من المشروعات الحيوية والبارزة في مجالات ايضا الاتفاق الذي تم سياقته بالنسبة للهجرة الموسمية والاعتماد المتبادل والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الاعمال لزيادة حجم التبادل التجاري نحن لدينا اختناع بان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى العلاقات السياسية وان هناك افاق وسعة لزيادة التبادل التجاري فيما بيننا طبعا القدرات اليونانية في مجالات النقل البحري وايضا من المجالات اللي نعمل على تنمية التعاون خاصة بها وهناك مجالات ايضا في اطار الزراعة وفي اطار التعاون الثلاثي مع الابروس كلها تنفيذها هيزيد من المصالح المشتركة فيما بين البلدين بتأكيد ان اليونان لعلمها وقربها ومعرفتها بالاوضاع في مصر على مدى السنوات الماضية كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الاوروبي تعريف بالتحديات المشتركة اللي بتواجهها مصر وايضا بتواجهها اليونان ومن هنا كان الحديث ونقل وجهة النظر المصرية الى اعضاء الاتحاد الاوروبي كان امر لا غنى عنه وامر نعتز به وكان له تأثيره في زيادة دعم العلاقة الثنائية فيما بين مصر واجهزة الاتحاد الاوروبي ومصر واعضاء الاتحاد الاوروبي وكان هناك نتائج ملموسة لهذا الدور اللي لعبته اليونان ودول اخرى من دول الاتحاد الاوروبي القريب الى مصر ونستمر في الاعتماد على هذه المعرفة وهذه الصلة الوثيقة في تدعيم هذه العلاقة وتعريف الدول الاوروبية الاخرى بمدى المنافع المشتركة التي تعود من خلال هذه العلاقة القائمة ونحن تحدثنا ايضا على المجلس المشاركة ومخرجاته وايضا ما هو مطروح حاليا من افكار الارتقاء بالعلاقات المصرية الاوروبية مع الاتحاد الاوروبي خصيصا لجارب الوردها وسوف ان شاء الله تخرج الى النور قريبا فيما يتعلق بزيارة الوزير بلينكين بعد جولة شملت عدد كبير من الدول ومن ضمنها زارة الدول العربية واسرائيل وحديثه فيما يتعلق باهمية العمل على تعدي هذه الازمة وتغير اسلوب السلوب الممارسة العسكرية من قبل اسرائيل وضرورة الحفاظ على ارواح المدنيين واتخاذ خطوات فعلية للتوصل الى ذلك كما ربما رسدته من الحديث فلم يصل الى درجة المطالبة بالوقف الفوري لاطلاق النار ولكن هذا هو موقفنا بانه ضروري يكون هناك وقف فوري لاطلاق النار ودي يمكن وأتحدثت مع الوزير مرة أولى ربما أن ينشأ سراع في العالم ويكون هناك تحفز أو تردد على المستوى الدولي في إطار المطالبة بوقف الفوري لاطلاق النار والعمل على حل أي نزاع من خلال الوسائل السياسية بالتأكيد أن حجم الأضرار التي وقعت بالشعب الفلسطيني في غزة من قتل حوالي 24 ألف الآن وعدد المصابين اللي بلغ فوق 60-70 ألف 70% من المنشآت دم تدمرها البنية التحتية شيء غير مصبوخ في إطار أي صراع وتأثر المدنيين الأبرياء أكثر من 60-70% من الختلى من النساء والأطفال في الحقيقة هي كلها تلقي بظلال على دمير الإنساني بأن يستمر هذا الصراع وما ينتج عنه من أضرار بالنسبة للمدنيين الأبرياء فنظل في العمل الوثيق مع شركائنا الدوليين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدول العربية من أجل وقف إطلاق النار والعمل على توفير المساعدات ومنع النزوح وإقامة الدولة الفلسطينية تأكيد أن الصراع ودوائر الصراع عبر السنوات الماضية هي كلها مرتبطة بوجود حالة احتلال عدم الوفاء بمصار أصله في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الخدس الشرقية وبتأكيد أن يزول الاحتلال لا يبقى سبب لأي نوع من المقاومة واللجوء إلى أي عنف وهذا ما نسعى لحل هذا الصراع الحالي في غزة لن يتأتى إلا في إطار شامل يؤدي إلى تناول قضية الرئيسية وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية سؤال آخر من موثل التلفزيون الوطني اليوناني ERT شكرا سيدي الوازل رأينا بالأمس أن كان هناك تهجوم على إحدى النقلات اليونانية في البحر الأحمر ويبدو أن هناك مزيد من الهجمات من جانب الحوثي تشعر بالقلق إذا هذه الهجمات وما هو موقف الحلفاء الغربيين لحماية المنطقة شكرا جزيلا نحن قلقونا جدا بالنسبة للموقف ككل وانتشار الأعمال الأعدائية في كل المجالات من كل الجوانب لدينا هناك أعمال العدائية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان وفي البحر الأحمر في البحر الأحمر من الواضح أنه يؤثر على أمن وسلامة الرحلات البحرية لأن هذا يؤثر على التجارة الدولية وهذا يسير قلقنا بشكل خاص كما تعملون أن قوات العمل موجودة بالفعل لمنع أي أعمال عدائية أو هجمات ضد الأسطول التجاري وهو أمر غير مقبول وهو ضد قانون الدولي فيما يخص البحر لهذا السبب علينا أن نتسم باليقظة ومن الواضح أننا لا ندعم أي نوع من العدوان والاعتداءات نحن بحاجة إلى إنشاء قناة حوار لمنع كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بالتماشئ مع حلفائنا وخاصة مصر وهي الطرف الرئيسي المعني نتيجة لملكيتها لممر قناة السويس أعتقد أننا بحاجة إلى العمل معنا لأننا ندرك العواقب ليس فقط العواقب الإنسانية بل المالية كذلك التي من الممكن أن تحدث حال هناك انتشار واسع للاعتداءات في البحر الأحمر وهذا سيؤثر ليس المنطقة في حزب بل العالم ككل لهذا السبب فنحن بحاجة إلى تواجد تحالف قوي من الأمم لمناقشة الموقف كما تعرفون سمت قرار صدر من مجلس الأمن في هذا الصدد نريد أن نكفل أن الأبحار ليس محذورا من أجل تأمين الارتجارة العالمية شكرا جزيلا شكرا جزيلا